اهلا بكم الى حوار المساء انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي بحضور نحو 9000 من الخبراء والطباء وبمشاركة ما يقارب 4000 شركة عارضة من 36 دولة وسيناقش المؤتمر على مدى 4 ايام ابرز التحديات التي واجهها القطاع في المنطقة وسبل النهوض بالخدمات الصحية وتطوير الاداء الطبي ما حجم الاستثمارات في هذا القطاع وهل تعكس مستوى الخدمات التي يتلقاها المرضى ما هي الحدود بين الطبي والتجاري في هذه الخدمات هل يرقى الاداء في مستشفياتنا الى المعايير الدولية والى اي درجة تفرض الحكومات رقابة صالمة لضمان حقوق المريض ونوعية الاداء قطاع الصحة بين موازنات الانفاق ومستوى الخدمات هو ايضا موضوع حوارنا لهذا المساء نرحب بضيفينا في حوار المساء معنا هنا في الاستوديو المستشار الخاص الاتحاد الدولي المستشفيات بمنطقة الشرق الاوسط دكتور عبدالسلام مدني مرحبا بك دكتور عبدالسلام وايضا معنا من دبي مدير عام هيئة الصحة في دبي المهندس عيسى الميدور مرحبا بك المهندس عيسى ويمكنكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرح يسيرتكم واستفساراتكم على تويتر وايضا فيسبوك اذا ارحب بضيوفي وابدأ معك دكتور عبدالسلام يعني اذا ما تحدثنا في البداية عن الارقام كيف يمكن ان نبدأ بالحديث عن انفاق دول الخليج بشكل عام على القطاع الصخري دول الخليج حسب الاحصايات الرسمية في 2010 كان تصل حوالي 94 مليار بينما توقعات حسب الزيادة في موازنة الدولة لاهتمام في التعليم الصحة خلال المتوقع بحلول عام 2015 تصل الى 162 مليار 162 مليار يعني هذه الارقام هل تعكس بالفعل ارتقاء في مستوى الخدمات اذا ما تحدثنا عن هذه الارقام الكبيرة دكتور عبدالسلام اعتقد عندما دولة تخصص هذه الميزانيات الضخمة سواء كان في مجال التعليم الصحة تتوقع من القطاع الصحي من المؤسسات الصحية تقديم خدمات أفضل للمستفيدين فهذا شيء طبيعي يعني لكن العديد من الانتقادات يعني حتى المقتصين في المجال الصحي الصحف الناس في الشارع يعني لا ترى ان هذه الميزانيات الضخمة يعني تعكس مستوى الخدمات داخل هذه المستشفيات ما رأيك دكتور هو صراحة يعني الاخ فيصل صراحة كل شيء ممكن فيها مجاملات غير القطاع الصحي عندما انت عندك الارقام دقيقة عندك احصايات دقيقة فيه شفافية في الاحصايات فاعتقد لابد من القطاع الصحي تقديم خدمات أفضل فالاحصايات اعتقد الدقيقة بناء على هذا يعني حددت الميزانيات من قبل الدول فاهم شيء احنا اليوم يعني اللي نواجه اليوم تتكلم عن كلام الشارع مثل ما تفضلت او الكلام المجالس اليوم نعم اليوم اهم شيء عندك انت التشخيص قبل العلاج تشخيص قبل العلاج فشو احنا ينقصنا اليوم لو القطاع الصحي بشكل عام سواء كموساة صحية يعني سواء كان في قطاع العام والقطاع الخاص اهتمت من جانب التشخيص قبل العلاج فاكيد بتقلها الشكاوي ولا الاشياء تبقى مهما كانت حتى شكاوي موجودة في أرقى دول اللي تقدم خدمات صحية سواء كان في الولايات المتحدة او بعض الدول الشرق اسيا واوروبا نعم شكاوي موجودة بس اعتقد احنا فيه فيه نحو التقدم من خلال توطين الوظائف في قطاع الصحي هذا مهم جدا واعتقد لان نمنع الميغريشن والهجرة في قطاع الصحي لان الدول اليوم في الدول الخليج تستثمر استثمار قوي بالجانب الموارد البشرية ومكلفة جدا نعم سنتحدث بشكل مفصل ايضا عن الموارد البشرية وايضا الكادر الذي يعمل ايضا في هذه المؤسسات الصحية ارحب ايضا بك مرة اخرى مهندس عيسى يعني بالحديث عن الاستثمارات والارقام الكبيرة في قطاع الصحي هل بالفعل تعكس هذه الارقام او توازي مستوى الخدمات التي تقدم في هذه المستشفيات يسعيدني بداية الاخفيصة ارحبك ورحب ضيفك الدكتور عبد السلام المدني وجميع مشاهدين طبعا بلا شك الحكومات في دول مجلس تعاون وفي دولة الامارات بشكل خاص يعني لا تلو جهدا في تسخير الامكانيات المادية للرقي بقطاع الصحة وجميع القطاعات لكن بالذات القطاع الصحي وهذا من خلال ميزان المدفعات العام من خلال المنشآت الصحية من خلال تجهيز المنشآت الصحية سواء كان من اجهزة او برامج او ايضا الموارد البشرية وهي في ازدياد ايضا يعني نحنا في دبي عندنا كان يعني مقارنة بين 2009 و2012 بين 9000 الى 21000 دكتور في المنطقة في دبي فهذا يعكس طبعا بلا شك النمو الكبير جدا في القطاع الصحي وطبعا القطاع الصحي ما في عندنا مثل ما تقول يعني مرض غير مهم ومرض مهم او مريض مهم وغير مهم كل الامور هذه يجب ان تأخذ بشموليته مثل ما تفضل دكتور عبد السلام التشخيص وهو اهم عنصر من عناصر العلاج وبدايته فالتجهيزات الحديثة انظمة العلاج انظمة الادارة الصحية الذكية كل هذه تساهم بلا شك لكن الدكتور عبد السلام تحدث ايضا عن المشكلة الاساسية التي تعاني منها اغلب المستشفيات او بعض المستشفيات هي مسألة التشخيص والعديد يرون ان التشخيص في الخارج افضل بكثير منه في المستشفيات الحكومية في الخليج والله يشوف الاجهزة هي الاجهزة وهذا الكلام مثل ما تقول ما اتصور انا ما اتفق ان التشخيصني اقل مستوى عن التشخيص في خارج دول مجلس التعاون يعني كثير من الحالات نحن نرسلها وتجد نفس التشخيص اللي صاره ايضا موجود هناك كثير من الحالات مثل ما تفضل الله عبد السلام الاخطاء والشكاوي قد تحدث هنا وهناك ولكن لكل حالة لا بد من تناولها بشكل خاص ومعرفته لذلك وجد عندنا التشريع الصحي الرقابة الصحية وجود التظلم سواء كان من الطرفين يعني من مقدم الخدمة او من المريض وهذا يضمن الشفافية التامة في تناول اي قضية من القضايا هذه نعم دكتور عبد السلام يعني اذا كانت المسألة التشخيص يعني رد المهندس عيسى يعني التشخيص نفسه وربما حالات ينجح طبيب في اكتشاف مرض معين يعني المسألة ليست متعلقة بالتشخيص هل لديك امثلة معينة يمكن ربطها بان التشخيص ربما في الخليج يعاني من مشكلة ما ومثل ما تتفضل في بداية الحديث الاساس هذا الكلام الشوارع والشارع او المجلس بشكل عام يعني ناس يتكلموني اليوم للتشخيص يقول لي كان السرط مثلا مستشف فلاني سواء كان في القطاع الخاصة او القطاع العام فما شخص لي يوم رحت المانيا كشف المرض او شيء هل نسمعها يعني بشكل دائم نسمع هذا الشيء وتفضل المهندس عيسى الميدون مدير عام هيئة الصحة هو اتفق إياي في هالجانب الاساس التشخيص هو اهم شيء في العلاج وانا صراحة اشكر مهندس عيسى الميدون على اهتمامه في هيئة الصحة من خلال تركيزه في توطين الوظائف هذا اهم شيء فاول برنامج اليوم لقادة صحة المستقبل بالتعاون مع اتحاد الدولي المستشفيات اول برنامج من نوعه لان اهتمام في القطاع الصحي من جانب الاداري مهم من جانب الطبي مهم من جانب الفني مهم اليوم كل الدول سواء كان دول مجلس تعاون حتى الاوروبا اليوم تعاني من مشكلة يعني احنا عندنا في الاتحاد الدولي اكثر من 170 دولة عضو فاحنا التقارير اللي اتصلنا سواء كان في المنطقة اللي انا مسؤول عنها او في اوروبا نشوفها دائما من جانب الفني في هناك نقص فاذا اعتقد هذه الخطوة خطوة مباركة الاهتمام بالجانب التوطين الوظائف نعم وايد مهم سواء كان الجانب الاداري يعني جانب الاداري احنا ما نغفل لان جانب الاداري هم اللي يديرون هالمؤسسات يعني هذا الارقام احنا مو بالهدف مجرد احنا نبني مباني ومباني ضخمة او نجيب الماركة فلانية بدون نذكر اسم يعني ممكن اذا تبقى تذكر مو بالهدف هو الشعار الجسم نبني احنا الجسم داخل هالمؤسسات هذا مهم لا يعني انا احب اذكر يعني في مستشفيات مثل مايكولينيك كليفلاند العديد ايضا مؤسسات في اوروبا في امريكا يعني تم نقلها تجارب مؤسسات كاسم ايضا عريق في مجال الطب والصحة يعني هل تم نقل التجربة بشكل كامل ام فقط الشعار يعني في هذا الجانب بالتحديد كيف تنظر لي بكل صراحة انا قلتلك في القطاع الصحي لا يمكن مجاملة في القطاع الصحي اعتقد مهندس عيسى يعني يوافقني على رأي ممكن اي شيء ممكن يجامل الانسان غير القطاع الصحي لان القطاع الصحي يعني بصحتي انا اولا بصحة اولا بصحة اولادك بصحة اولادك وغير وغير لكن هنا انت نجي نتكلم انا الماركات العالمية مثل ما ذكرت احنا نحترم الماركات هاي هل فعلا هالماركات العالمية تنقل نفس الخدمات اللي موجودة هل احنا استفدنا كمجتمع او بالشكل عام او المستفيد موجود هذا الشيء واحد ما ينكر وانت شكرا ذكرت انا ما بغيت اذكره بس انت ذكرت هذا الشيء ما اعتقد احنا استفدنا من هذا الشيء ممكن احنا نستفيد من بعض الخبرات هل فعلا ينقل هالخبرات طيب ايضا او ممكن نفس الخدمات لكن عدد كبير من الاستشاريين ايضا والخبرات التي تأتي يعني المهندس عيسى الى دول الخليج وايضا المستشفيات وتبقى لمدة طويلة وتقدم استشارات يعني في مجالات عدة الى اي درجة يتم الاستفادة من تواجد هذه الخبرات ايضا والاحتكاك بها بلا شك اخ فيصله الاحتكاك مع الخبرات العالمية وبناء الشراكات والتواصل مع بعض مراكز العلاج بالذات فيه طبعا بلا شك ان فيه بعض نواع العلاج تعتبر معقدة نسبيا وهذه تقتضي وجود يعني اذا ما كانت هناك خبرات محلية على قدر المستوى لا بد من ايجاد بعض التواصل والشراكات حتى نبني مراكز ابداع او سنتر اف اكسلنس في العلاج فنحن احيانا نأتي بخبرات عالمية تبقى معنا مع الستاف مالا او مع الدكاتر عندنا فترة من الزمن يتم نقل الخبرة والتجارب وبناء التجارب المحلية وهو عنصر مهم جدا مثل ما تفضل الدكتور عبد السلام الطاقة البشري من اهم عناصر تقديم الخدمة العلاجية هذه ما يمكن بناءها في يوم وليلة هذا يبد من وجود خطة عامة طويلة المدى تؤدي الى تأهيل هذه الكوادر طبعا اثناء تأهيلك للكوادر الناس قد تمرض وتحتاج العلاج فلابد ان الانسان يستعين احيانا بالخبرات وان كانت خبرات اجنبية او عالمية ولكن وجود الشراكات مع مراكز الخبرات هذه تؤدي الى بناء مراكز اللي هي سنتر اف اكسلنس في العلاج واللي نسعى الى ايجادها ان شاء الله في هيئة الصحة بدبي ماندز عيس ايضا اذا اخذنا دبي كمثال تقرير عدة هيئة الصحة بدبي الهيئة فقط 338 مليون لعلاج اشخاص في الخارج خلال العام الماضي كيف تفسر هذا الرقم والله يشوف قضية العلاج في الخارج هي من الاشياء اللي لازالت موجودة وهذا ليس فقط في حجرا على دبي وانما كثير من مناطق العالم حتى الدول الغربية تجد ناس تسافر براع للعلاج احيانا مثل ما يقولون مطرب الحي لا يطرب فكثيرين يميلون للسفر للعلاج نفسيا يحسون ان العلاج في الخارج افضل ولكن نحن يعني سواء هيئة الصحة في دبي او في ابوظبي حتى وزارة الصحة عندنا لجان تقيم الحالات في بعض الحالات المعقدة اللي نجد ان من مصلحة المريض السفر للعلاج بتوجهات حكومتنا الرشيدة لا بد من تقديم العلاج سواء كان متوفر محليا وان لم يكن يرسل المريض لكن ايضا في هذا التقرير عفوا المقاطع المهندس يعني بعض الحالات ربما تم الاشارة اليها بشكل عام لكن بعض الحالات من المفترض ان تتلقى العلاج هنا في الداخل يعني ايضا الزيادة كانت اكثر من 35 مليون يعني من العام الماضي حتى هذا العام والله شوف قضية الزيادة قد تكون لها اسباب مختلفة يعني اذا ندرسها نوع العلاج المقدم احيانا علاج كيماوي وعلاج بعض العمليات المعقدة قد يعني ينبني عليها زيادة في الاسعار ولكن بشكل عام العلاج في الخارج مبدئيا الان لا زال موجود نحن مو بس نرسل الناس اللي تعالج برا احيانا نأتي بخبرات طبيب زائر مثلا عندنا برامج مثل علاج قلوب الاطفال اللي هي نبضات مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعالج في كل مرة في حدود من 20 الى 40 طفل تقريبا وهذه فريق فريق مشترك ما بين قسم القلب عندنا في دبي وبعض المراكز القلب العالمية والحمد لله اثبتت نجاحها يعني اكثر من 400 عملية تمت الى الان نعم اتحدث عن اسباب العزوف ايضا انتقل اليك دكتور عبدالسلام يعني كيف تنظر الاسباب العزوف البعض عن تلقي الخدمات العلاجية رغم الدعم وايضا الاستثمار بشكل كبير في الموسات الصحية وتفضيل الذهاب الى الخارج اعتقد اليوم الدول المجلس تعاون بشكل عام ودولة الامراض بشكل خاص يعني مثل ما تفضل المهندس عيسى الميدور الماشين في اتجاه الصحيح في اتجاه الصحيح حيث زيادة الموازنة في القطاع الصحي من ناحية مو بس من ناحية المباني من ناحية المباني من ناحية التوطين للوظائف من ناحية تدريب الكوادر الطبية اعتقد احنا مواشين في اتجاه الصحيح فما اعتقد هذه زيادة المتوقعة متوقعة 11% وزيادة من 2010 ل2015 اعتقد زيادة منطقية نحن نتحدث عن عدد من يتلقون العلاج او يفضلون العلاج في الخارج يعني هذه النقطة بالتحديد يعني لماذا يفضل بعض ذهب للخارج خاصة في بعض الحالات التي يمكن ان يتلقى فيها العلاج في الدولة اليوم احنا لو نتكلم عن الارقام العالمية اللي احنا موجودة عندنا في الاتحاد ارقام العالمية تصل للدول او المرضى بشكل عام صرفها المبالغ تقريبا حسب الاحصايات الرسمية حوالي 220 مليار دولار يعني هذا الناس يتلقون العلاج خارج بلدهم يعني احنا ما نتكلم عن دولة المراد ولا نتكلم عن دولة بشكل عام وهذا حسب الاحصايات المعلنة ورسميا ففي ناس فعلا يمكن يرتاحون برا يعني مسألة نفسية مسألة نفسية بس في جانب اللي تكلم المهندس عيسى فيه فيه امراض معدية فيه امراض نادرة صعب يكون يعني توفير الالاج فاذا اكيد يعني الدولة دول مجلس تعاون يعني مشكورة لعلاج المواطني سواء كان هذا ضمن اعتقد الدستور حتى سواء كان داخل الدولة وخارج الدولة يتطلع اعتقد هذا شيء لكن اليوم حتى اليابانيين يتلقون العلاج في كوريا مثلا الياباني يتلقي علاج في تايلاند مو موجود العلاج في يابان اليوم الناس من امريكا يتعالجون في شرق اسيا فهذا شيء طبيعي يعني النسبة يعني ايضا لكن اعتقد احنا مواشين في اتجاه الصحيح يحتاج انا اعتقد اهم عنصر اليوم تركيز على توطين ليش انا اتكلم اكرر هذا شيء توطين لانه مهم لانه اليوم انت عندك في السعودية في مملكة العربية السعودية على شكل يعني هذا شيء رسمي اليوم المريض يتصل في عيادة اذا طبيب سعودي موجود بيقولك اذا طبيب سعودي موجود فعلا بيروح ليش لانه يثق في الطبيب السعودي اكثر من طبيب الوافد ليش لانه طبيب السعودي اليوم اثبت هذا شيء ايضا اود انتطرق لنقطة ايضا مراقبة ايضا ومتابعة وتقييم عمل المؤسسات وايضا المستشفيات يعني المهندس عيسي يعني ما هي البرامج او كيف تقيم اداء وعمل هذه المستشفات والخدمات التي تقدم من خلالها هو طبعا نحن عندنا لادارة التنظيم الصحي سواء كان في دبي او في بوضبية او في بقية الامارات لها تشريعات معينة لضبط المنشآت الصحية اشتراطات الترخيص جوانب هندسية جوانب لوجستية الكوادر الطبية وايضا ترخيصها ايضا تحكم هذا كله من خلال هذا التشريع وفي نفس الوقت وجود جهاز رقابي يتولى عملية الرقابة هذه في نفس الوقت وجود يعني عملية مثل ما قلت التظلم اذا وجد ايضا يفي بالغرض هذا الشغلة الثانية عندنا اللي هي المراقبة الالكترونية لعمليات العلاج الآن بحيث نحن نراقب كل العملية العلاجية التي تم ومن خلالها نقدر يعني يعطينا النظام الآلي هذا يعني دلالة اذا وجد اي تجاوز او الامور ماشي بشكل سلس طبعا احساس الجميع بوجود الرقابة هذه انه ينضبط الامر يعني يعني هل هذا النظام يشمل يعني ايضا القطاع الخاص وخاصة وانه يتهم بالربح مهندس عيسى هو طال عملك يشمل القطاع الخاص والعام نحن ما نشتغل في معزل عن القطاع الخاص نحن عندنا فرق عمل مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص باشراف ادارة التنظيم الصحي هي يعني مع بعض معية سوية نحن نرتقي يعني التشريعات وما تسن من قوانين الجميع يعني ما فيها تعسف يعني الجميع على اطلاع وعلم بها وايضا اقتراح منهم لان من الجاد المستثمر الجاد في القطاع الصحي يريد الجودة والصحة مهما كان صحيح هي فيها مثل ما تفضل الدكتور عبد السلام فيها كثير من الأمور المالية يعني والانفاق الكبير لكن في نفس الوقت هي ليست تجارة محظة يعني وإنما هي خدمة نبيلة ما ننكر فيها الجانب المادي وما يستفيه يعني كمستثمر يستفيد في هذا الجانب لكن في نفس الوقت هو يقدم خدمة علاجية بشكل واقعي يعني وشكل مناسب من ناحية التكاليف نعم دكتور عبد السلام يعني كمستشار خاص لاتحاد دولي المستشفيات يعني مسألة التقييم التقييم الدولي أو التقييم من بعض المستشفيات الكبيرة والمختصة في مجالات عدة في المجال الصحي يعني إلى أي درجة يؤثر ويساهم في الارتقاء بأداء المؤسسات في دول خليج في رأيك اليوم طبعا هناك أحنا أتكلم كاتحاد الدولي اتحاد الدولي دائما تنصح أو تساعد الدول العضاء للرقيب بالمعايير الوطنية اللي هو التقييم أو الـ national accreditation لأن التقييم طبعا الجانب الدولي مثل جوين كميشن والمؤسسات الثانية وشيء جيد واحد يستفيد منها لكن إذا أي دولة من دول العضاء ونشجع وهذا هدف الاتحاد الدولي لأساس تتجه نحو national accreditation والتقييم الوطني الوطني لأن هذا يلعب دور لأن في جانب الصحي هناك جانب الثقافي جانب الاجتماعي جانب الأمور هذه ممكن نستفيد جانب من المعايير الدولية لكن عندما الدولة لديها مؤسسة فعلا يعني مثل مؤسسات اليوم تقيم المؤسسات الشركات وغيرها مثل دبي كواليتي أوورد أو أبوظبي كواليتي أوورد أو الأشياء هذا في جانب الصحي يعني هل يدخل أيضا التقييم في مسألة مراقبة النوعية والأداء وأيضا أداء الأطباء خاصة جانب أساسي يوم عندنا مؤسسة وطنية تقيم مؤسسة وطنية الصحية تقيم خدمات الصحية بالشكل العام بيكون هناك التنافس كبير لأن هناك فيها أرقام فيها درجات من المؤسسات هذه يعني شو المستوى مستوى الخدمات التي تقدم فيستوي تنافس بين القطاع الخاص والقطاع العام بيكون نفس الخدمة تقدم نعم تقييم الوطني يخلق نوع من المنافسة بين القطاع الخاص مهندس عيسي هل يوجد في الإمارات كمثال تجربة مثل ما تحدث أيضا الدكتور عن مسألة تقييم وطني تقييم للمستشفيات سواء في القطاع الخاص والعام نحن بناء على توجهات صاحب السمو الشيخ وحمد بن راشد حفظه الله بضرورة تبني المعايير الدولية فجميع المستشفيات في دبي حاصلة على تقييم الدولية الاعتماد الدولي جونت كوميشن وأتصور في الدولة يمكن حوالي أكثر من ستين مستشفى حاصلة على هذا الجونت كوميشن في نفس الوقت نحن في دبي نسعى إلى تأسيس التقييم الوطني أو المحلي لهذه المستشفيات والمشآت الصحية ليست فقط المشآت حتى العيادات الأخرى ولكن مهما سوينا من تقييم محلي لابد من أتصور البنشمارك أو القياس بالمقارنة مع بقية الدول يعطينا دلالة أين نحن بالنسبة لهم في هذا الأمر فلابد من وجود تقييم محلي وتقييمات أيضا دولية حتى نزيد نرفع مستوى الخدمة ما استطعنا إلى ذلك سبيل نعم سؤال الأخير إليك فيما تبقى من وقت إلى أي درجة يمكن دكتور عبد السلام يمكن الارتقاء بمسألة القطاع الصحي وأيضا تحويل هذه الاستثمارات الكبيرة على أرض الواقع كخدمة طبية متميزة أعتقد نحن مثل ما قلت يعني بالشكل عام كدول المجلس تعاون الخليجي يعني كقادة مجلس تعاون الخليجي كلهم مهتمين في جانب التعليم وفي جانب الصحة اليوم على المؤسسات على الهيات الصحة سوى كان الهيات الصحة والوزراء الصحة اللي مدوا المجلس تعاون الخليجي اتجاه إذا بعد أكد هذا الشي الأهم شي عشان نحقق هذا لازم يكون عندنا اهتمام بالتشخيص قبل العلاج وأيضا من ناحية الريهابيليتيشن اللي بعد العلاج يعني هاي عشان نكسب ثقة المستفيد أو المريض أو المستهلك لالخدمات لازم يكون ثلاثة جوانب أهم شي أول شي التشخيص بعدين العلاج بعدين اللي ما بعد العلاج نعم هذا أهم شي كخطوات عشان نكسب ثقة المريض كخطوات مهندس عيسى في أقل من دقيقة يعني كيف يمكن تحويل هذه الاستثمارات الكبيرة والدعم الحكومي من قبل حكومات دول المجلس تعاون إلى خدمات متميزة تقدم لمن يرتدون المستشفيات فوطة العملك نحن نسعى إلى إيجاد خدمات متميزة مثل ما تفضلت بديمومة مستمرة فذما خلال وجود خطط استراتيجية بعيدة المدى ونحن الصحة تقدم من خلال أربع أركان التي هي الأبنية كمستشفيات وعيادات وغيرها لا بد من تركيز عليها وتطوير هذا الأمر لا بد من تركيز على المعدات التي تخدم التشخيص التي تفضل بالأخ عبد السلام وأهميته أنظمة التشغيل مهمة جدا لرفع الكفاءة وتحقيق الشمولية والدقة والعنصر الأخير والرابع والذي هو أهم من هذا كله الكادر البشري لا بد من إعداد كادر بشري متخصص في جميع التخصصات سواء كان الجانب الطبي أو الجانب الإدارة الطبية لإدارة منشآت صحية بأفضل ما يمكن بأعلى كفاءة فبتركيز على هذه الأركان الأربعة أتصور بشكل مبسط فعلا إن شاء الله يحقق لنا الاستفادة القصوى من هذا الميزان المدفوعات الضخم الذي يدفع في دول مجلس التعامل أشكرك إذن جزيل الشكر المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي شكرا جزيلا لك كنت معنا من دبي وكل الشكر أيضا للدكتور عبد السلام مدنيا مستشار الخاص لاتحاد الدولي المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط شكرا جزيلا لكم مشاركتنا حوار المساء شكرا لك وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا سكاي نيوز ريفيا دوت كوم سلاش المساء موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت أبوظبي إلى اللقاء